اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية مع معالي سيد اسبين بارث ايدي وزير خارجية مملكة النرويج الصديقة وتم خلال الاجتماع بحث مسارات العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين ومملكة النرويج والتي ترتاجز على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل واستعراض سبل تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها إلى أفاق أرحب لما يلبي التطلعات والأهداف المنشودة كما تم تبادل وجهة النظر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود العربية الدولية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وجنوب لبنان والدفع بجهود إحلال السلام الشامل في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية اشتركوا في القناة